اشتركوا في القناة بن عبدالله الخليفة منافسات البطولة واشاد سموه بالمستويات المتقدمة التي شهدتها مختلف الفئات التي تؤكد استمرار رياضة جمال الخيل في التطور والزهار ووصولها الى مستويات متقدمة ما ينعكس على المشاركات البحرينية الخارجية التي سجلت انجازات متعددة في الفترة الماضية مشيدا في ذات الوقت بجهود اللجنة المنظمة في اخراج البطولة بافضل مستوى تنظيمي ومباركا لكافة الفائزين بالمراكز الاولى وشهدت البطولة تنظيم العديد من الفئات ضمن بطولة البحرين والخيل ذات السلالة المصرية وصى مشاركة جيدة من الملاك والصبلات وقدم المشاركون مستويات بارزة في ابراز معالم جماليات الجياد حيث اتسمت المنافسات بالسعراض مميز لاناقة الجياد في مختلف الفئات وجرى تتويج الفائزين بالمراكز الاولى بعد ختام كل مرحلة حيث قدمت اللجنة المنظمة الجوائز لالفائزين حيث قدمت اللجنة المنظمة الجوائز